اهلا وسهلا بكم اعزائنا المتابعين تحياتنا للمسائية لكل من انضم معنا في هذه الأوقات وثبت الموجة على ثير رضاعة الشبيب احياكم الله ومرحبا بكم بذن الله تعالى أجمل الأوقات وأطيبها تقضوها كذا برفقتنا في هذا الأجواء المسائية وبالتحديد في برنامج أدرينالين اليوم أنا سعيد جدا وممتن كثير لضيف راح يكون بذن الله تعالى موجود معاي في ساعاتنا وفي محطاتنا وفي دقائقنا القادمة وهو ضيف عزيز وغالي علينا ومن بلد أيضا مثل ما ذكرت قبل شوي قبل أطلع الفاصل الماضي بلد عزيز وغالي علينا وبلد نحن نعتز ونفتخر فيه بشكل كبير جدا تعلمنا منهم الكثير ومن شعبهم تعلمنا الكثير تعلمنا الصمود والثبات أكيد من هذا البلد العظيم من أرض العزة من غزة معاي هنا في الستيديو عمر الرزي وعمر هو محامي فلسطيني ومدرب معتمد أيضا من أكاديمية دليل للمدربين والمتحدثين وحاصل على شهادة معتمدة من وزارة تعليم العالي في تنمية مهارات المدربين وأيضا باحث حقوقي عمر مساء الخير الله يسهد مساك حياك الله أنا سعيد جدا ممتن لهذه الفرصة أنك تكون موجود معنا هنا في الستيديو الله يحفظك حرم فيه أنا أكثر حياك الله يا عمر يمكن أعزائنا المتابعين عمر كان موجود في غزة وعمر كان في الأحداث اللي صارت يمكن من بعد 7 أكتوبر كان أيضا موجود هناك وفي الأحداث في رمضان فقط هو وصل عندنا إلى أراضي السلطنة قبل أن نبدأ بالحديث عمر أنا يمكن أعطيت نبضة مختصرة فقط عن عمر فإذا في شيء زيادة حاب تخدموا للناس وتعرف الناس أكثر عن عمر تفضل المجال عندك الله يسعدك في البداية أهلا وسلم متشرف جدا بتواجدي معكم في هذه الإذاعة بداية أنا قديما كنت بعبر عن حالي بإني عمر رزي باحث حقوقي حصل على المجلسير بالقانون الإداري والمالي بإني مدرب معتمد بإني محاضر أكاديمي وغيرها من الأشياء ولكن بعد 7 أكتوبر أصبحت أفتخر بكوني ابن غزة وابن فلسطين وابن مخيمات اللجوء قبل كل شيء فهذا هو تعريف عن نفسي الذي أفتخر فيه جميل 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 مش أنت واحدك اللي تفتخر فيك لن نفتخر بهذا الاسم يا عمر أتكد من هذا الشيء الله يا حقوق طيب رحلة الوصول إلى السلطنة عمر كيف كانت ومن متى بدأت وكيف كانت الأوضاع وانت تمر خلال الحد ما وصلت عندنا للسلطنة تمام بالنسبة لموضوع طلعت من غزة صراحة كانت بمثابة معجزة بعد أكثر من ستة أشهر من الإبادة الجماعية في غزة لأن غزة هي مش فقط عبارة عن حصار بر وبحر وجوي مش عبارة عن انقطاع للمية والكهرباء والوقود وكل مقاومات الحياة الآدمية وإنما أنت بتتحدث عن أطنان من المتفجرات التي تلقى عليك في كل لحظة فكرة قرار الخروج من غزة هو أصعب قرار أنت ممكن تأخذه في حياتك ولكن مسؤوليتك تجاه أهلك هو الذي يدفعك لأن تقوم بهذا القرار السبب اللي دفعني أخرج من غزة ببساطة هو أن أكون مرافق للوالد والوالدة نظرا لأنهم مرضى يحتاجوا إلى أدوية خارج القطع وانت بتعرف أن غزة على مدار أكثر من سبع أشهر ما دخل فيها ولا شريط دواء وبالتالي من المعجزة ومن مسؤوليتك تجاه أهلك أنه أنت تحاول أن تكون سند إلهم مشان تقدر تواصل كانت المسيرة صعبة جدا طرينا أن نطلع من القطاع الساعة 6 الصبح تبلغنا بهذا الموضوع بالليل تقريبا ساعة 12 بالليل فما كانش أمامك إلا أنه أنت تحمل حقيبة فيها كم شهادة وجواز سفرك وتنطلق وتترك كل إشي أنت بنيته على مدار 30 سنة فهذا الإشي أكثر من صعب ولكن مسؤوليتك تجاه علاج أمك وأبوك دفعك أنه أنت تطلع مرغما وبإذن الله طبعا طلعتنا من غزة بقدر صعوبتها هي بتحملنا مسؤولية أكبر مسؤولية تجاه الأشخاص اللي ما زالوا في غزة رقم واحد أنت تكون بمثابة رسالة لهم تحاول تحكي عن المجازر اللي شفتها هناك على مدار كل هاي السنوات السابقة تتحدث عن كمية الانتهاكات المفجعة اللي بتصير في هذه المنطقة الجغرافية لأنه صحيح إحنا عشنا كل العدوانات السابقة ولكن لم تكن بهذا الحجم الكبير فإحنا لازم نكون رسالة أساسية فيما يتعلق بما يحصل الآن كأصوات من غزة النقطة الثانية أنه أهل غزة بحاجة للأشخاص اللي خرجوا أو ما نسميهم بالناجين جسديا بحاجة لهم بشكل كبير حاليا لأنه العدوان سينتهي سينتهي والإبادة ستنتهي ولكن فيما بعد اليوم التالي هي مسؤولية على كل فلسطيني موجود في الداخل وفي الخارج بأن نتكاتف مع بعضنا البعض عشان نرجع نعمر غزة أفضل وأفضل وأفضل بإذن الله عز وجل بإذن الله تعالى يا رب يا رب إن شاء الله عاجل غير آجل إن شاء الله ونصر قريب يا رب قلت مصطلح وايد شدني في الحديث إنه اللي نسمي أنفسنا إحنا ناجين جسديا فقط لما نطلع من غزة أيش المقصود بهذا الموضوع عمر المقصود كالآتي كل واحد ابن غزة غزة موجودة في قلبه تمام وفروحه كلنا والله كلنا وهي السبب الأساسي اللي بتدفعنا للاستمرار على قيد الحياة يعني غزة هي مدينة الألم والأمل كمية النطج الفكري والمعرفي اللي اكتسبناه من غزة مقدار التحدي مقدار الإقدام مقدار الكرامة اللي اكتسبناها من غزة يعني لا توصف تمام وإحنا ممتنين لوجودنا وباعتبارنا من أولادها الآن فيما يتعلق بخروجنا من غزة كناجين جسديا لأنه إحنا أرواحنا وقلوبنا ما زالت معلقة مع إخوتنا اللي ما زالوا في غزة وبالتالي إحنا نجونا جسديا صحيح ولكن أنت خارج غزة أنت فقط قاعد على شاشة التلفاز بتتبع أخبار الشهداء ممكن يكون أخوك ممكن يكون صديقك ممكن يكون ابن جارك ممكن يكون زميلك ممكن يكون ابن مخيمك فبالتالي أنت أثناء وجودنا في خارج الأزمة حاليا أو خارج منطقة الإبادة الجماعية بيسموها عقدة الناج الوحيد إيش فكرة عقدة الناج الوحيد بأن الشخص الذي خرج من الإبادة الجماعية يشعر بالندم أنه لم يستشهد مع الأشخاص الذين اكتسبوا شرف الشهادة في غزة فهو بيعتبر نفسه بأنه غير محظوظ لأنه لم يكتسب هذا الشرف العظيم بالاستشهاد على أرض المقاومة ولكن أجيب لك مثال صديق محمد الريفي تم قصفه على دوار الكويت هو بيبحث عن كيس طحين صديق حسن الرملاوي تم قنصه في رأسه لأنه يبحث عن شربة ماء لأمة صديقي يوسف أبو شويش ما زال حتى الآن تحت الأنقار بعد أكثر من 240 يوم لأنه إحنا ما عناش بنزين نطلع من تحت الركام نطلع أشلاؤه بعد ما تحلط إذا بنحكي عن عدد كبير من الأشخاص ما زالوا حتى الآن تحت الأنقاض يتجاوز عددهم 11 ألف الآن كيف يستطيع ابن غزة الذي خرج من غزة أن يتنعم وأنه يعيش حياته وهو شايف جزء من جسده وجزء من قطعة قلبه موجودة ما زالت في غزة تدك بأبشع أنواع الجرائم لأنه مش سهل عليك أن أنت تأكل وتشرب وأنت شايف الأشخاص أصدقائك ما كانوا لقين هاي اللقمة أثناء الإبادة الجماعية وما زالوا فبالتالي أنت مش هتشعر إلا بالغصة وبالقهر وبالخذلان وبالوجع وبالقهر قهر الرجال اللي زمان كنا منحكي عنه إحنا عايشنا على أرض الواقع أحكي لك شغلة أساسية غزة مش مجرد أنه هي أنا بعتبرها أكثر مكان حر في العالم تمام؟ لأنه هذا المكان هو المكان اللي حاليا دفع الضريب الأكبر بالنسبة للكرامة وهو الذي ما زال يكابد العناء من أجل أن ينال حريته غزة أثناء الحروب الماضية كان يتم قصف بناية مثلا أو كان يتم قصف مخيم أو كان يتم قصف عمارة سكنية الآن في غزة طائران الأف 35 تقوم بقصف أحياء سكنية متكاملة يعني أنت بتحكي عن 50 بناية بجوار بعضهم أكثر من 500 عائلة يشردوا خلال ثانية فكرة أنه أنت تنزح من بيتك بسبب ورقة تلقى عليك من طيار إسرائيلي مكتوب فيها إخلاء الآن وتترك كل شيء أنت بناته وراء ظهرك مش سهل فكرة أنه أنت تحارب من أجل أن تحصل على الماء أو على الوقود أو على الدواء أو على المقاومات الأساسية اللي هي متنعم فيها كل البشر بشكل أساسي بيعتبرها مقاومات أساسية للنجاة أنت مش موجود عندك الأسوأ من هيك أنه الكل بيحملك فكرة المقاومة بمعنى هذه أرضنا وإحنا أجبرنا غصبا عننا من نقاوم لأنه أنت ما عندك خيار تاني أصلا فكرة السلام إحنا رفضينها الاحتلال الإسرائيلي حربنا بكل الوسائل والطرق حربنا وإحنا أجننا لما نقصف معمل الأجنة اللي موجود في مستشفى الشفاء حربنا لما إحنا كان فيه أن الأطفال الخدش قصفهم بالمدفعية بعد هيك إذا إحنا من نتحدث عن الأطفال الرضى إحنا منحكي عن أكثر من 15 ألف طفل اللي حتى الآن أستشهدوا بس في الإبادة الجمعية الأخيرة في غزة إذا منحكي عن الشباب وغيرها حاليا حصيلت الشهداء تجاوزت 36 ألف شهيد بالإضافة إلى أكثر من 80 ألف جريح هذل الأشخاص من وين؟ مهم أولادنا وأولاد عمنا وإخوتنا فلما أنت تشوف الاحتلال الإسرائيلي بيبدع في فتكك وفي قتلك وفي اختصاب أرضك وفي تزييف حقيقتك غصبا عنك بدك تقاوم يعني إذا قتلك قبل ما تنولد وقتلك وإنت موجود وعمل لك تضييق حصار بر وبحر وجوه ومنع عنك المي والكهرباء والوقود وكل مظاهر الحياة الأدمية واتهمك بالإرهاب لأنك بتدافع عن أرضك وبعد هذا كله لما تموت بروح بينبوش المقابر بحثا عن ما يسمى بالأسرة اللي هما مرتزقة شو أنت بتسوي؟ يعني لا هو مخليك تعيش بأمان ولا مخليك تموت بأمان وإنت جاعد في أرضك وهو اللي جاي محتل عليها فلأ غصبا عنك بدك تقاوم الشخص لما يضرب الكاف من طبيعي أنه أنت تردله هذا الكاف أقل ما فيها والشعب الفلسطيني على مدار أكثر من سبعين سنة سبع وسبعين سنة منذ النكبة من عام 1948 ما زال يناضل جرب الطريقة السلمية وجرب الطريقة العسكرية وجرب كل شيء بس على الفاضي يا عمي فيش حد راضي يساعد معنا فهيك وجدنا أنه أفضل طريقة لمقاومة الجلاد أنه أنت تقاومه بشتى الطرق والوسائل مرة واحدة المشكلة يا صديقي أنه أنت بتقاوم لوحدك يعني تخيل معاي منطقة جغرافية مساحتها 365 كيلومتر موجود فيها 2 مليون ونص مسلمين عرب من أبناء فلسطين في وسط مجموعة دول عربية تتجاوز عددها 22 دولة مش قادرين يدخله شربة مية لغزة بأي منطق فلما نحن وجدنا هذا الخذلان أجيب لك مثال بسيط في مخيم النصيرات في اليوم العشرين دخل أكثر من 200 ألف كفن جلدي عندنا على المخيم تيجي بتسأل حالك الدول العربية بدها تجيب لنا أكفان بأي منطق وبأي إنسانية وبأي معيار للأخلاق اللي ممكن تتخيله لأ يا عمي لما نحن شفنا خذلان العالم الإسلامي والعالم العربي وجدنا أنه غصبا عننا بدنا ندافع عن هذه الأرض بكرمتنا وبدمنا وبأشلاءنا وبأعضاءنا وبأطفالنا وبمالنا وبكل ما نملك ليش؟ لأنه كرمتنا فوق كل شيء دايما إحنا تربينا على شغلة في غزة لما إحنا مننعي أي شهيد بيجي على المخيم منحمل الشهيد على أكتافنا ومنروح لأم الشهيد منقول يام الشهيد نيالك يا ريت أمي بدالك كلنا بنعلم بأنه فكرة كرامة الشهيد هي أعظم إشي ممكن أنت تتخيله لأنه ربنا مخبي للشهداء منازل الأنبياء بإذن الله عز وجل فطالما أنت صامد على أرضك وطالما أنت بتقاتل بكل الطرق من أجل أن تبقى حراً وستبقى وطالما أنت ربنا سيكرمك بالشهاد لأنه أنت صاحب حق فأنت فيه سكين في داخلك كبير جداً وهاي النعم الكبيرة اللي عايشناها على مدار 30 سنة لما أنا أضطر مرغماً أنه أنا أخرج من غزة من أجل أهلي تمام كمرافق من أجل توفير الدواء لهم بشعر بالحصرة أنه هذا الفضل الكبير بلش يتناقص عندي كعمر تمام وبحاول أساعدهم بأكبر قدر ممكن الآن أنا أشعر وأدرك تماماً بأن مسؤولية عمر ومسؤولية الأشخاص اللي خرجوا من غزة هي مسؤولية أكبر لأنه أصبحت مسؤولية نتجاه غزة هي أكبر غصباً عنه من أن نكون سند من أن نكون سند لبعضنا لما نتخلى الكل عنه إحنا بحاجة أن نكون سند لبعضنا بسر الله يا رب عمر يعني هذا الحديث الجميل النابع منك ومن قلبك أكيد على أحداث ما هي سهلة مرة على شخص أنه ممكن يتكلم بهذه الحرقة اللي طالع من داخله عمر يمكن قبل أن ندخل على الستيديو أنا وأنت وكنا نتكلم عن أشياء كثيرة جداً نتطرقنا لهم يمكنوا محاور كثيرة تناقشنا فيها وصورفنا فيها بشكل كبير جداً واحدة من ضمن الأشياء اللي ذكرته كانت جميلة جداً كنتم تتكلم عن موضوع الكرامات اللي كنتم تشوفوها في الأحداث اللي تطير عندكم هناك في غزة إيش هي الكرامات اللي كنتم تشوفوها؟ تمام بالنسبة للكرامات في غزة هي مش فقط في الإبادة الجمعية الحالية موجودة في غزة كنا منشوفها على مدار كل السنوات السابقة يعني أثناء الاجتياح اللي صار لمخيمي في مخيم النصيرات كان في من ضمن الكرامات هي ريحة المسك اللي كانت بتطلع من كل الشهداء في المقبرة تمام احنا كنا بنحفظ القرآن الكريم في مسجد القسام اللي تم قصفه أيضاً وإحنا بنصلي فيه صلاة الجمعة في هذا المسجد قبل أن يقصف بعد أداني العشاء بعد مدفن الشهداء طلعت منهم ريحة مسك ما زلت أجتم رائحتها حتى الآن سبحان الله هذه الرائحة بتديك إيمان راسخ بأنه أنت صاحب حق وبأنه لازم تمشي على نفس هذا الطريق طريق المقاومة من أجل تحرير الأرض فلسطيني اللي هي قبلة المسلمين الأولى قبل كل شيء فيما يتعلق بالأشياء الثانية في الكرامات يكفي مجرد أن الشعب الفلسطيني ما زال بعد أكثر من 77 سنة يقاوم وصامد على أرضه ولديه اليقين والعقيد التامة بالنصر وبالتحرر والاستسلام الكامل لأقدار الله النافذة هذا أنا بعتبرها أكبر معجزة خلينا أجيب لك مثال بسيط قبل ما أسافر بيومين كان في صديقي في مستشفى شهداء الأقصى فبسأله أنا بضحك أنا وياه بقول له شو بتعمل هنا كان معا كيس بلاستيك لونه أزرق فبحكي له شو جاي تعمل قال لي جاي هذا الكيس البلاستيكي فيه بنتي والبنت كانت عبارة عن أشلاء فلم الأشلاء تبعت بنته وحطها في كيس البلاستيكي وودها على غرفة الموت عشان يسجلها وعشان بعد هيك نروح ندفنها في البريج فبسأله وبقول له أنت بكل هذه السهولة بتحكي عن الموضوع وأنت شايل بنتك في كيس بلاستيكي قال لي دفتر في الآخر كان محتاجي عمر كمية اليقين والسكينة اللي وجدتها في قلب هذا الرجل عمري ما بنساها فبالتالي غزة زرعت فينا إذا أنت بتحكي عن المعجزات هي هذه المعجزة الحقيقية كمية السكينة اللي موجودة عند أهل غزة واللي ربنا ربط فيها على قلوبنا مش سهل جدا مش سهل أي إنسان ينظر فيها ويمكن السبب الأساسي في هذا الموضوع أنه أهل غزة تربوا على فكرة العقيدة قبل ما يتربوا على فكرة المقاومة كيف يعني؟ في البداية إحنا دايماً اللي بتبطب على أرواحنا إذا كنا عايشين ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصغرين كل أنواع البلاء اللي أنت بتتخيلها واللي مذكورة في القرآن تم معايشتها بشكل كبير جدا فبالتالي وإنت عايش أي نوع من أنواع البلاء حصار بري بحري جوي نقص في الماء بالكهرباء والوقود بكل شيء هذه الأشياء كلها بنعتبرها في مزن حسناتنا أشياء ربنا مخبلنا إياها الأحسن إذا موتنا ربنا حكى في كتابه العزيز ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموتهم بالأحيان عند ربهم يرزقون شو بدنا أحلى من هيك؟ شو بدنا أحلى من أنه أنت تموت من أجل كرامة بلادك؟ أحكي لك شغلة محمود درويج زمان كان بيحكي ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلة إحنا ناس بنحب الحياة ونحب الأمل ونعشق الحرية ولكن كرامتنا فوق كل شيء وبلادنا فوق كل شيء فبالتالي لأي درجة الموت بكون مرتبط بالكرامة إحنا حنلجأ له وحنلجأ للشهادة من أجل أننا لكرامتنا وحريتنا مش سهل جدا أنه الإنسان يعيش بكرامة ولكن الأصعب أنه أنت تعيش بذل وإحنا الحمد لله الحمد لله ربنا أنعم علينا أنه نكون من الشعب اللي بيمتلك الكرام أنه هو بدافع عن قبلة المسلمين الأولى أحكي لك شغلة إضافية بس عشان ما أتعطل عليك فيه شغلة لازم ندركها جميعا الصراع العربي الإسرائيلي هو ما مش صراع فلسطيني هو صراع وهو مسؤولية على كل الناس الجنود الإسرائيليين لما كانوا بيدخلوا المساجد في غزة قبل أيام وبيمسك المصحف وبيدوسه تحت أقدامه المفترض يحرك قلب وعقلية وضمير وكل إنسان عربي وإسلامي حر ولكن أنت بتتحدث عن مليار المليار هذا شو عمل؟ أكبر إيش عمله أنه هو بيغرد على التواصل الاجتماعي بيحكي لك بيعمل مشاركة وتمام التمام أنا بعرف أن كل إنسان عملية التأثير وعملية التغيير فمن لم يستطع فبقلبه فمن لم يستطع فبلسانه وذلك أضع في الإيمان ولكن إحنا ليش حكمنا على حالنا بالضعف فيه كثير وسائل يعني الدكتور العماني اللي ذهب لغزة وبقي مع غزة وبعد ما دخلت الدبابات منطقة رفح ما رضي يطلع من غزة وقال أنا عشت عيشتهم ومستعد أن أنا أموتتهم هذا موقف شريف يحسب إله في الدنيا وفي الآخرة تمام لأنه ناضل ونفس الإشي بالنسبة للشعوب العربية ما بدنا نحكي الآن عن الحكومات لأنه عارفين تقصيرهم بس بالنسبة للشعوب كل واحد يسأل حاله سؤال بسيط بينه وبين نفسه أنا سأحاسب أمام الله عز وجل عما يحصل في غزة هل فعلت كل ما في وسعي أم لا أنا ما بدي الجواب الحين بس كل واحد بينه وبين ضميره يسأل حاله لو وقفت أمام رب العالمين هل ستكون إجابتي كافية وشافية أم لا هذا السؤال أكيد اللي كل واحد يمكن يوجه له يوجه لنفسه هذا السؤال يوميا على ما يراه من أحداث من أشياء كثيرة تصير مثل ما ذكرت يمكن أنا قبل أن نطلع على الهوى أن اليوم العالم أصبح صغير جدا وكل ما يحدث في غزة يصلك اليوم وتشوف وتشوف الأحداث اللي تصير هناك الدروس المستفادة عمر يعني أنا يمكن له درس وله درسين ولا ثلاثة ولا أربعة وأشياء كثيرة جدا من هذه الحرب ومن هذه حتى ما نسميها حرب نسميها عدوان هذا اللي قاعد يصير على أشقانه وعلى أخواننا أكيد في فلسطين وفي غزة بالتحديد يمكن في الفترة الأخيرة بعد أحداث سبعة أكتوبر أهم الدروس اللي اليوم المفروض الواحد يستفيد منها من هذه الحرب تمام بالنسبة للدروس طبعا لا تكفيها حلقة أو حلقتين لسردها ولكن خلينا نغتزلها ببعض الأشياء رقم واحد فكرة الامتنان لصغائر النعم إيش فكرة الامتنان لصغائر النعم هي مش صغيرة ولكن إحنا بنشوفها صغيرة غزة بعد موضوع الحصار البري والبحري والجو وبعد موضوع الانقطاع المية والكهرباء والوقود وكل المقاومات أصبحنا ندرك هذه النعم البسيطة اللي الناس بتعتبرها عادية الضو هذا اللي إحنا قاعد بضوه علينا أكثر من ستة أشهر إحنا ما كان عندنا ولا لحظة تمام فبالتالي أنت بتشعر بقيمتها موضوع الخشب اللي كنا بنولي عليه الحطب ما كانش موجود الصحة ما كانتش موجودة بسبب نقص الأدوية الهواء ما كانش موجود لأنه فصلت الاحتلال الإسرائيلي فصل الكهرباء عن الأشخاص اللي عندهم مرض فيما يتعلق بالجهاز التنفسي فأنت أول درس بتعلمك إياه الحرب أن تكون ممتناً لكل نعمة ربنا أنعمها عليك شاحن الجوال لأنه أنت تلاقيه 50% أو 70% هذا يتعتبر قمة سعادة كانت عندنا في غزة لأنه عشان تشحن الجوال أنت بدك تروح لمنطقة قابلة للاستهداف تشحنها على ضوء الشمس عشان تحصل على الماء اللي حالياً أي واحد بيحصل عليه أنت بتروح على منطقة خطر عشان تجيبها من الأبار الجوفية اللي هي أصلاً مش معالجة أو بتروح على البحر اللي جنبه فيه بوارج حربية إسرائيلية عشان تجيب مية البحر وتحاول تفلترها عن طريق الزلط والفحم وغيرها عشان تطلع نسبة معينة من المياه الصالح للشرب اللي يقدروا أطفالك يشربوها عشان أنت توفر الأكل بشكل أساسي كنت تروح على دوار الكويت والقناصة الإسرائيلية موجودة في كل مكان عشان تحاول تجيب حفنات من كيس لطحين من بعد المقاطير والشاحنات اللي بتكون هناك فلأي درجة أنت أصبحت ممتن لفكرة وجود الماء ووجود الكهرباء ووجود الطاقة ووجود البنزين ووجود الغاز ووجود كل المقاومات اللي الناس تعتبرها أشياء عادية إحنا قدرناها جدا لأنه فقدناها فلأي درجة كل إنسان على وجه البسيطة بيكون مقدر وممتن لنعم الله لا متناهية وأهمها نعمة الصحة نعمة الأمان نعمة الهدوء نعمة عدم الخوف إحنا كنا منتشاهد كل لحظة خوفا من الطيران الحرب الإسرائيل لأنه يخصفك وإنت مش ضامن الصاروخ بينزل عليك ولا بينزل على إبن جارك فنعمة الأمان بحد ذاتها هي نعمة الناس مش مدركاها فرقم واحد الإمتنان لصغائر النعم تمام لازم نكون ممتنين ونكون من عباد الله الشاكرين على كل هاي النعم رقم اتنين فكرة الدار الآخرة إحنا الدنيا غرطنا وصرنا منفكر بس بدنا نجمع المال بدنا البنون بدنا النفوذ بدنا نوسع بدنا نعمر بدنا نبني ولكن لما أنت بتنتشل الأشلاء المتفحمة والأشلاء المبتورة وبتطلع الناس من تحت الأنقاض كل الدنيا بتصير عبارة عن وهم بالنسبة لك كلها رايحة بحيات الله كلها رايحة والدار الآخرة هي اللي بتقدر تبني فيها صح تمام والدرس الثالث اللي مرتبط بالدرس الثاني هي فكرة اعمل خير ورمي في البحر تمام كثير من الأشياء اللي إحنا كنا محتاجين أنه نتعلمها في غزة أنه غصبا عنك بدك تكون سند لجارك ما عندك هش خيار تاني أنه انت تنجس بشكل فردي لازم يكون خلاص جمعي لازم كلكو التبطبو على أروح بعض لأنه كلكو تحت القمع وتحت القصف وتحت النار فغصبا عنكو بدك تشيل صاحبك عشان صاحبك يشيلك بتتاونوا بالمي بتتاونوا بالأكل وبتتاونوا بالخبز وبتتاونوا بالطحين وبتتعاونوا بالخيم وبتتاونوا بأثناء اليه نزحP المواصلات الجماعية وبتتعاونوا لما يصير تهجير أنه أنت تبلغ جارك وتتطمن عليه لدرجة أنه مسؤوليتك لما جارك يكون تحت الأنقاض بدك تطلع حتى لو في صاروخ نازل عليك فلأي درجة أنت بتوصل لهذه الحالة من العلاقات الاجتماعية المتينة جداً ومش مبنية على المصالح لأنه إحنا فقدنا كل إشي هي مبنية أنه غصباً عنها بدنا ننجو مع بعض تمام؟ فالدرس الأول حكينا الامتنان لصغار النعم رقم الثانية لأي درجة لازم أن أنت تفكر بالحياة الأخرى زي ما أنت بتلهث وراء الحياة الدنيا تمام؟ وهي زائلة والرقم الثلاثة لازم كلنا نكون إيد واحدة عشان نوصل رقم أربعة إعادة ترتيب الأولويات كثير من الأشخاص في وقت الحرب وفي وقت الأزمة سقطوا وكثير من الأشخاص اللي كنا مش متوقعين منهم الخير طلعوا تمام؟ فأنت بعد الحرب بتصير ترجع ترتب أولوياتك من الشخص اللي وقت المنحة المحنة كان معاين؟ ومن الشخص اللي سندني؟ ومن الشخص اللي تخلى عني؟ فبالتالي أنت الحرب بتعلمك كيف أن ترجع ترتب أولوياتك من أول وجديد؟ مش بناء على القرابة وبناء على الوطن وبناء على أكم من سنائل وصاحبي؟ لا بناء أنه وقت الشدة لأي أمين اللي كان معي فيها تمام؟ هذه النقطة الرابعة اللي ممكن نحكيها رقم خمسة واللي أنا بعتبرها أساسية جداً الله هو الأمان الوحيد في فوضى هذا العالم إحنا مليار وأكثر تمام؟ ولكن وقت الأزمة ما كانش إشي ممكن يطبطب على أرواحنا وبيمنحنا الأمان المطلق إلا ربنا تمام؟ فكرة السكينة اللي ربنا أنعمها علينا واللي اكتشفناها هي مستند أنه أنت بدك تجعل داخلك صلباً نقياً نظيفاً وأن تجعل الحياة تأتيك معنا في ما فيها السفينة لا تغرق يا صديقي بسبب المياه التي تكون حولها وإنما تغرق بسبب المياه التي تكون بداخلها إحنا المشكلة أنه داخلنا هش الهشاش اللي موجود بداخلنا هي اللي بتخلينا قابلين للانكسار عند أي محنة ممكن إحنا نتعرض لها سواء كانت محنة جسدية أو محنة عاطفية أو محنة عقلانية أو محنة روحية لا إذا أنت قدرت أن تجعل داخلك صلباً نقياً وقدرت أن أنت تعزز من مكانة الله في قلبك وقدرت أن أنت تأدل عليك تجاه ربك حيمنحك قوة كبيرة جداً أن أنت تواجه البلاء وأن أنت تقدر تستمر وتتجاوز هذه المحنة بإذن الله عز وجل والنعم بالله والنعم بالله أكيد رسائل كثيرة جداً لعمر وأكيد هذه يعني أنت لما تأخذ رسائل من شخص مر بتجربة أتأكد أن هذه رسائل عميقة جداً ولها معاني كثير أنا والله في بالي سؤال مدري أسأله ولا ما أسأله أبي أقول أنه أنا أدري أن الأشياء اللي مرت عليك أشياء كثيرة جداً وعالقة في ذاكرتك من تواجدك هناك في القطاع غزة ولكن لما الواحد مثلاً يجيب أو يطري اسم غزة لعمر إيش الأحداث اللي ما تفارق باله إيش المواقف اللي ما تفارق باله اللي دائماً حاضره في خيال عمر وما تفارقه أبداً هذا السؤال على الوجع يعني أنا ما كان ودي والله أسأل ذا السؤال بس يعني قلت أنه أخاف أني أقول أني بعدين ما أسأل ذا السؤال أنا لا واجبنا أنه إحنا نحكي عن هذه الأشياء بشكل أساسي إذا بنا نحكي عن بعض هاي المواقف الموقف الأول هو استهداف نسيبنا من عائلة الحج لما نتوجهنا لما كان الاستهداف طبعاً ما فيه سيارات أنت بتتوجه على الدواب زي ما بنحكي على كارة الحصان أو الحمار هناك أول ما توجهنا إلى المكان كان الموقف أكبر أكثر من فضيع لأنه أنت بتتحدث عن ثلاث طوابق سويت بالأرض بالكامل وكان تحت هاي الطوابق المشهد كان كالآتي 12 قدم بجوار بعضهم أطبق عليهم السقف بشكل كامل 6 أشخاص لم يكن ظاهر منهم إلا أقدامهم قدم مرمية على الأرض بجوارها كان فيه بنت متفحمة نقلناها بالجوار عجوز كبير بالسن وشخصين تحت الأنقاض نحاول أن نكسر البطون من أجل أن نخرجهم كانوا متعانقين حتى وقت الشهادة بالإضافة إلى شخص كان بدون رأس موجود في هذا المكان لأي درجة كنت قادر أن تشوف أشخاص أنت بتعرفهم وجالس معهم قبل هيك وجدتهم أشلاء أمامك كان الموقف صادم جداً وبشكل ما بتتخيله خصوصاً أنه أنت بتنتشيل فيه من تحت الأنقاض الشغلة الثانية استهداف مول أبو دلال عندنا في المخيم الأشخاص اللي استهدفوهم واللي طلعناهم من تحت الأنقاض ما كانوا بشكل كامل يعني كنت بتطلع أنت أجساد نصفية ما بتطلع جسد بالكامل أنت بتطلع يا إيد يا بتطلع قدم يا بتطلع رأس يا بتطلع نصف جسد فلأي درجة أنت عندك القوة أنه أنت تنتشيل هدول الأشخاص من تحت الأنقاض وأنت عرفهم قبل يومين كنت بتتسوق محهم في مول أبو دلال كان الموضوع صعب جداً يوسف أبو شويش صديق الطفولة واللي كان معاي في كل مراحل حياتي فكرة أنه هو موجود حالياً تحت الأنقاض بعد أكثر من 240 يوم وأنا بشوف بنايته بشوف العمارة وشايفه تحته مش قادر أطلعه ليش لأنه ما فيش أصلاً لتر بنزين نقدر أن نحن نطلع فيه ونشغل الجرافة هذا الموقف بيقتلك من جوا فكرة محمد الريفي اللي استشهد على دوار الكويت تواصل معاي محمد قبل ما يستشهد بأكم من يوم قال لي يا عمر أنا بحاجة لشوية فلوس وإذا ممكن تدبرني بعد بيومين مباشرة كان طالع على دوار الكويت عشان يشوف المساعدات الموجودة والقنصة الإسرائيلية كانت موجودة فقنصته حسن الرملوي نفس الموضوع لما قنص في رأسه وهو بيبحث عن شربة ماء مع أنه حسن كان جلسين جلسة مع بعض قبل ما أسافر لإكمال الدراسات العليا برا البلد كان بيحكي لي سافر يا عمر وأنا بدي أعلى حقاك عشان أكمل حلمي زي ما تكملت حلمك ولكن حسن انقنص بحثا عن شربة ماء فلأي درجة أنت بتشوف هاي المواقف وغيرهم مجدع رندس أجيب لك مثال بسيط حصل قبل ربع ساعة قبل ربع ساعة ستشهد محمد زقوت هو صديق الطفولة وابن مخيم وجاري فأنت كل يوم بتعيشه خلال هذه المجزرة أنت بتفارق فيه سواء صديق أو صاحب أو ابن مخيم أو رفيق أو 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 فالوجع كبير وشغلة أساسية غزة هي منطقة لا تتجاوز 365 كم فيها أكثر من 2 مليون ونص العلاقات الاجتماعية عالية جدا وبالتالي أي إنسان في القطاع أنت بتعرفه يا بتعرفه في مؤتمر يا بتعرفه في الدراسة يا بتعرفه في الجامعة يا بتعرفه في لقاء أكاديمي يا غيره من الأشياء فأي واحد بتشوفه بيستشهد من أبناء شعبك أنت بتشعر أنه أنت فقدت نفسك فقدت ابنك فقدت أبوك فقدت أمك لأنه كلنا واحد صحيح فالوجع كبير والقهر أكبر والشعور بقلة الحيلة أكبر وأكبر ولكن عزائنا أنه شهداء عند ربنا والأسرة إن شاء الله ربنا بيفرج عنهم بالقريب العاجل وبيرجعوا لأحضاننا وغزة إن شاء الله رح نرجع نبنيها أحسن من قبل بكتير وبإذن الله عز وجل فلسطين رح تتحرر وإن شاء الله بنستضيفكم في بلادنا وهي محررة بإذن الله قريبا جدا يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب إن شاء الله حالة هذه الكلمة وهي طالع منك الأخيرة وبإذن الله تعالى تتحرر فلسطين ونكون كلنا موجودين في هذه الأرض المقدسة مساء الرسول صلى الله عليه وسلم يعني مثل ما ذكرت على هذه الأحداث الكثيرة اللي صاير الواحد يعجز عن الكلام ما يعرف شي يقول ما يعرف على إيش يرد على إيش يعقب على إيش يسأل على إيش يتابع على إيش يعني يتكلم فنسأل الله يا رب إنه نصر قريب إن شاء الله عاجل غير آجل نسأل الله أنه يكون في عون الأهلنا وإخواننا اللي ما زالوا موجودين في القطاع وبإذن الله تعالى تتيسر وتنحل هذه الأزمة وهذا العدوان بإذن الله تعالى يعني يتم الانتصار عليه في هذه الأرض المقدسة أنا وايد ممتن لهذه الدقائق عمر أنا وايد شكر لك تواجدك معي هنا في الستيديو أنا أدري إن الحديث ما راح يخلص وأدري إن الكلام ما راح يخلص يمكن إحنا قبل لا ندخل على الهوى هذه النصف ساعة البسيطة اللي تكلمنا فيها كنا قبل وربع ساعة قاعدين نتكلم تحت الهوى ما بيدنا غير إن إحنا يمكن ندعي مدام نحن موجودين وإخواننا هنا قاعدين يعني ينقصفوا وتجيهم هذه الإبادة اللي نحن ندعي لهم يا رب إنه نصر قريب لهم إن شاء الله ممكن أحكي بس نقطة أخيرة المجال مفتوح لك طالع عمر الله يساك بس كنقطة أخيرة حابب أوصلها لجميع الناس غزة وفلسطين هي من أعدل القضايا في الوجود ومسؤولية تحريرها هو واجب على كل إنسان عربي مسلم شريف على وجه الكرة الأرضية لأنها أعدل قضية فمسؤوليتنا كبيرة ووجعنا كبير وبإذن الله عز وجل النصر قريب عز وجل لازم كلنا نتكاتف مع بعض لازم كلنا نساعد بكل الطرق والوسائل الممكنة ولازم ما نخذلش حالنا قبل ما نخذل قضية فلسطين لأنه في اليوم اللي إحنا منتراجع فيه عن تسليط الضوء على قضية فلسطين إحنا منكون خذلنا إنسانيتنا قبل كل شيء أكيد أكيد يا عمرونا صلى الله بذن الله تعالى نصر قريب إن شاء الله أنا مرة أخرى أكرر شكري لك وعلى تواجدك معي وبذن الله تعالى أتمنى لك يا رب طيب الإقامة في بلدك الثاني عمان وإحنا موجودين وكلنا أكيد مع بعض في هذه البلد الطيبة وقضية فلسطين يمكن مثل ما ذكرتنا في حديثي بالبداية هي قضية الأمة العربية وهي قضيتنا أحنا وقضية كل أحد عربي مسلم وإحنا ربنا يمكننا على شيء من يوم إحنا صغار أن فلسطين دائما داري ودربه انتصاري شكرا عمر أعزائنا المتابعين نحن مستمرين معكم في الحديث رح نطلع معكم لفاصل ترجمة نانسي قنقر